لماذا تصر أنقرة سيد تورجت على أن تزعج الحكومة السورية فيما يتعلق بالبغوز وشمال شرق سوريا نعم أستاذنا من 2011 كان بدأ الربيع العرب يعني إحنا قلنا حظ العرب قبل 2011 في كل جراننا في مصالحة لا يوجد أي مشكلة حتى سوريا أراق حتى بدأت علاقة مع أرمانيا أرمانستان لكن بعد 2011 تركيا يتراجع إلى نظام فكر الإسلام السياسي ودلوقتي إحنا مع سوريا مع عراق في كل دول مع مصر مع سعود أرمانستان مع إمارات يعني لا يوجد علاقتنا قوية في الشرق الأوسط ولا دولة واحدة قوية إلا إيران واحد إلا إيران واحد للوقت لماذا أنا أذاكر هذه المعلومات بعد 2011 أردوغان يتراجع تماما في إسلام السياسي لكن شكله تماما هو وسط الدكتاتورية وهو يتراجع وهو تلاعب شعب تركي وشعب العربي كمان لأنه لماذا هو دائما يقول في حلب في قاهرة مكة مدينة شام بغضات طبعا إحنا معكم يعني دائما هذه الكلام طبعهم مش سليمان سعود لباس يعني في كوادر في حزب العدالة تنمية كلهم يتكلم في كل المناطق هم تلاعب وهم يستفيد هذه الكلمات وفي قبل الانتخابات دائما يتكلم نفس الكلمات إلى الشعب لأنساء لحزب العدالة تنمية معظمهم يعني تقديما 7% متدينين لكن أهم شيء مش مسقفين متدينين لكن مش مسقفين ويعرف الموضوع أردوغان ودائما وكوادر الحزب العدالة تنمية هو تلاعب معهم وفي شيء أخرى إحنا دخلنا سوريا إحنا دخلنا راق إحنا دخلنا في شمال إراق ماذا استفدنا من سوريا وماذا استفدنا من إراق لا نستفيد ولا شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر